أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلان تجامع بريكس دعوة مصر للانتمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 وأعرب الرئيس السيسي عن الاعتزاز بثقة دول التجامع التي تربطنا بها علاقات وثيقة مبديا تطلوه للتعاون والتنصيق معها خلال الفترة المقبلة وكذلك مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادية وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهها بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصى مصرى خلال السنوات الماضية على توثيق علاقتها مع تجمع بريكس من خلال المشاركة في الجلسات المختلفة والتي عقدت في إطار صيغة بريكس بلاس وخلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة التكتل المعاقدة في جوهانسبرغ رحب مدبولي بالخطوة التي أقرها تجمع بريكس باتجاه توسيع عضويته معربا عن تطلع مصر لأن تكون عضوا فاعلا ومؤثرا داخل بريكس للإسهام في جهوده الرامية لإيجاد حلول للتحديات التي تعاني منها الدول وخلال أيضا ترحي رؤية مصر بشأن المجالات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة الراهنة شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أزمة الغذاء وتابعتها وأعلن مدبولي استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر أنها أجازت لجيشي الجاريتين بوركينفاسو ومالي التدخل في البلاد حالة عرضت لعمل عسكري خارجي جاء هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينفاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبدالله ديوب إلى نيامي ولقائهما مع قائد المجموعة العسكرية عبدالرحمن تياني أقر الرئيس الأوكراني بلاديمير زلنيسكي بوجود صعوبات أمام بلاده في مسألة الاتفاق مع الغرب حول توريد دفاعات إضافية من منظومات الدفاع الصاروخي باتريوت ووصف زلنيسكي نظام الدفاع الجوي باتريوت وكذلك أنظمة ناسمست ونظام الدفاع الجوي العلماني أريستي بأنها أفضل منظومات للدفاع الجوي المتاحة لأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم في ساعات الأولى من صباح اليوم وأضفت الوزارة في بيان أن قوات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة فيما تم تدمير 33 طائرة بالحرب الإلكترونية وتحطمت دون أن تصل إلى أهدافها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة ستبدأ في أكتوبر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات F-16 المقاتلة وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريدر أن التدريب سيبدأ بعد طلق الطيارين الأوكرانيين تدريبا على اللغة الإنجليزية في سبتمبر مضيفا أن التدريب على التحليق بالمقاتلات سيقام في ولاية أريزونا أعلن البيت الأبيض أن الأصول الروسية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ستبقى مجمدة حتى تدفع روسيا تعودات لأوكرانيا عن الأضرار التي لاحقت بها من جراء الأزمة ودعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفون مضرائه من الدول الأربعة إلى البيت الأبيض حيث قالت الإدارة الأمريكية في بياننا أن المستشارين أكدوا أن الأصول السيادية لروسيا في الولايات المتحدة القضائية لبلدانهم ستبقى مجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا حتى مجلس الموثوقية الكهربائية في تيكسس الأمريكية 26 مليون مواطن على ضرورة الحفاظ على الكهرباء بسبب الاحتمال الكبير للدخول في عمليات الطوارئ نتيجة للطلب المتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي تتعرض لها البلاد وكان من المتوقع انخفاض احتياطات الطاقة في ولاية تيكسس مما دفع إلى إطلاق نداء للحفاظ على الطاقة وذكرت سلطات الولاية أن شبكة الكهرباء لا تمر بظروف طريقة في الوقت الحالي لكن التوقعات تظهر احتمالية كبيرة للدخول في عمليات الطوارئ بسبب انخفاض توليد طاقة الرياح المتوقع وارتفاع الطلب وارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت كوريا الشمالية فشل محاولتها الثانية في غضون ثلاثة أشهر لإطلاق قمر صناعية متعهدة بمحاولة جديدة في أكتوبر المقبل وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الإطلاق فشل بسبب قطأ في نظام التشغيل الطارئ خلال المرحلة الثالثة مشرة إلى أن سبب الحادث ليس مشكلة رئيسية وعلى جانب آخر أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أدانوا المحاولة الكورية الشمالية بسبب ما وصفوه باستخدام بيونج يونج لتكنولوجيا صواريخ باليستية محضورة في هذه المحاولة